تحب تتكلم في ايه؟ أحب أتكلم على لعبة النادي الأهلي الروح اللي بقت موجودة واللي بتنعكس من انتقاد مارسر كولر ليهم على عدم التركيز وكنا نتكلمنا ان لعبة الأهلي عمدها مشكلة دايما في التركيز في الدهائل الأخيرة عجبني جدا روح اللعيبة ما بينه وبينه من بعض حتى اللي قاعد برة واللي قاعد جوه كل اللعيبة دايما كلها على ايد رجل واحد وسيبك من الفنيات نقود نتكلم فيها كتير مهم جدا الروح اللي بتبقى موجودة دي يا كريم فيه لقطة كارية النهاردة موجودة بعد الهدف بتاع الاتحاد لقطة الحتة بتاعة الجمهير اللعيبة الأهلي موجودة بعد ما الهدف جيبت على نادي الاتحاد سكندري في الشوت الثاني زي ما انت شايف هنا اللقطة بتاعة الهدف اللي جيه طبعا هو القصة كلها كانت الغلطة بيقوله ان مروان عطية مفروض كان يجري على طول مع أحمد عدل ميسي قبل ما يلعب الأوفر ده على طول عاوزها بص على رد فعلي محمد عبد المنعم بيتكلم هنا مع مروان عطية وكان بيعنفه بشكل كبير جدا زي ما انت شايف مروان عطية راح متأخر شوية على الراجل في الراجل ايدي هنا بقى بص اللقطة دي ونهدها بالراحة كده دي بعد الهدف على طول لايبت النادي القلي جمعه بعض وقعدوا يتكلمه مع بعض حتى تلاقي محمد هاني بيعنف مروان عطية لان مروان عطية كان بيتكلم فلايبت الالي كلها حتى لما نكمل الفريمة تلاقي بيتكلمه مع بعض بيعنفه بعض حتة ان هم يلموا بعض فعدم وجود علي معلول فعدم وجود محمد الشناوي الكباتن الكبار اللي موجودة تعرفك ان لعبت النادي الالي بس عاجبني اللقطة من محمد هاني كمان طبعا المتدخل ومحمد هاني على فكرة هو كابتن بعد علي معلول بعد محمد شناوي بيتكلم بص يعني هنا مروان عطية بيزعى محمد هاني خلاص بقى يعني متعطي سلمني على طول بحاق عمينا بيقوله وركز حتى بص مسك التشيرت بتاعك كده بيعنفه الروح دي همم الفنيات بشكل كبير مش مهم عندي الفنيات قد ما يبقى عندك الروح دي اللعيبة كلها مع بعضها بعد الهدف ده على طول باربع خمس دقائق النادي الاهلي قدر يحرز الهدف الرابع اللي جابه اللعيبت النادي الاهلي ومن بعدها زي ما انت شاف دي بعدها على طول باربع دقائق بعد لقطة الهدف اللي جابه نادي الاتحاد سكندري فانت قتلت تماما اللي دي كانت ضربة جزاء فانت قتلت تماما عودة نادي الاتحاد سكندري مرة واحدة فالروح دي اللي بتبقى قبولة روح مهمة جدا قبل مباراة صعبة جدا جدا قدام الترجل ترجمة نانسي قنقر